يوثق الأردني فيصل أبو السندوس خلال رحلاته المتعددة عادة وثقافة الشعوب التي زارها حول العالم أبو السندوس الذي حرص بعد تقاعده من الجيش قبل أكثر من عشر سنوات بقضاء وقته في ممارسة هوايته المتعددة ومنها الرحلات والاستكشافات التي أجراها مؤخرا رفقة ستة أشخاص آخرين في جبال الهملايا في دولة نيبال بين الهند والصين خلال مسير تجاوز 170 كم في سهول وأودية وقمم جبال رحلتنا للهملايا كانت لمدة 16 يوم منها 12 يوم متواصلة في عملية الصعود إلى جبال الهملايا التي نعرف أنها تقع في دولة نيبال بين الصين والهند طبعا كنا سبع أردنيين كلياتنا من عشاق الطبيعة وبنفس الوقت الممارسين لوقت المشي طبعا كان الصعود معنا لمدة 12 يوم مشينا أكثر من 173 كم مشيا على الأقدام حاملين كل أغراضنا معنا خلال هذه الأيام الصعود إحنا انتقلنا من ارتفاع 925 متر إلى ارتفاع 5180 متر وطبعا هذا كان بداية التحدي اللي هي عملية الصعود